بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قال فأنزل الله سكينته الملاحظ في هذا التعبير في السكينة بالذات يعني يعني حيث ذكر الرسول أو كان موجودا في السياق يقول سكينته طالما الرسول على ستسمى ذكرهم في السياق أو موجود في السياق يقول سكينته بالإضافة إليه تعظيما له وحيث كان الأمر حاما ليس فيه الرسول يقول السكينة لاحظها الساق فضل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله فيه ذكر الرسول المؤمنين فقط فقط ولله جد سمتر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين صرح برسوله إلا تنصروه على من الكلام فقد نصره الله على رسول الله إذ أخرجه السياق إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول من الذي يقول لصاحبه لا تهى فأنزل الله سكينته عليه جيد إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى حيث أضاف فلا بد أن يذكر الرسول أو يكون هو ظاهر في السياق سليم وإذا قال السكينة لا مؤمنين هذه خصوصية مثلا للرسول تعظيم الله وإكرام طبعا نعم بارك الله فيك